تم تحديث الكروم مؤخرا وأضافوا لها ميزة مخفية وهي تفعيل المتيريال ديزاين طبعا المتيريال ديزاين اللي ما يعرفه هو فلسفة تصميم اعتمدتها جوجل في تطبيقاتها وسمحت لها أيضا للمطورين فاللي حاب أنه يفعل المتيريال ديزاين على متصفح الكروم يكتب الرابط اللي بحط لكم في وصف الفيديو تحت في شريط العناوين وبعدين يروح اليو آي لي اوت ويختار من هناك ريفرش الآن يعمل ري لانش ناو فراح يعمل ري ستارت لمتصفح الكروم وراح يتفاعل معك المتيريال ديزاين طبعا المتيريال ديزاين لمتصفح الكروم على الديسكتوب ما في فرق لكن على الأجهزة الذكية لو كتبت نفس الرابط اللي بحط لكم في وصف الفيديو تحت وبعدين تبحث عن UI Phase 1 فالآن تختار من هنا Enabled الآن تقف المتصفح الكروم وترجع تفتحها مرة ثانية فراح يتفاعل معك المتيريال ديزاين وراح تلاحظ أنه شريط العناوين في متصفح الكروم أصبح Rounded أو بشكل دائري أكثر وأيضا الأدوات اللي تعودنا عليها جم شريط العناوين أصبحت موجودة في الأسفل مثل ما احنا شايفين الآن هذا اللي حبيته وابحة اليوم لو كان عندكم يسوأل أو يسترسأل تسارونا على حسابي في السناب وإليه تقولون لي وش أكثر متصفح عندما تستخدمونه هل هو السفاري ولا الكروم لأنه أنا من ناحيتي المتصفح اللي أستخدمه بشكل دائم هو السفاري لأنه متوفق أكثر مع الماك ومع الآيفون والآيباد أعطيكم الفعافة ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم